موسيقى السيدات والسادة تحية طيبة لكم وإلى حضراتكم أخبار حضر موت البداية بأبرز العنوين مهرجان جماهيري بالمكلة وسيئون لرفض مبادرة المبعوث الأممي وتأييدا ودعما للقيادة السياسية وكيل أول محافظة حضر موت يلتقي أعيان منطقة سنة بمدرية السوم تخرج دفعة عسكرية جديدة من قوات النخبة الحضر مية قوات النخبة الحضر مية تفشل محاولة تفجير بسيارة مفاخخة كانت تلكم العنوين أهلا وسهلا بكم إلى التفاصيل أقامت السلطة المحلية بمحافظة حضر موت اليوم بمدينة المكلة مهرجانا جماهيريا حاشدا رافضا لمبادرة المبعوث الأممي وتأييدا للقيادة السياسية الشرعية وتمسكا بالثوابث والمرجعيات ورافضا للالتفاف عليها شارك في هذا المهرجان القوى السياسية والوطنية والشخصيات والأعيان وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة مهرجان جماهيري حاشد شهدته مدينة المكلة صباح اليوم دعت إليه السلطة المحلية بمحافظة حضر موت بمشاركة القوى والمكونات السياسية والمنظمات الجماهيرية للتعبير عن دعم القيادة الشرعية والتمسك بالثوابث والمرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 22-16 محافظ حضر موت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك أكد في كلمة له في المهرجان مواقف السلطة المحلية بحضر موت الداعمة لسلطة السياسية والرافضة لمبادرة خارطة طريق المبعوث الأممي ولد الشيخ التي لا تستجيب للمرجعيات والثوابث إنما أقدم عليه المبعوث الأممي للأمينة العام للأمم المتحدة من خلال مبادرته في تقديم خارطة الطريق والإساءة للجنوبيين والمحافظات الجنوبية نعتبر ذلك مرفوضاً رفضاً باتاً وبهذه الحشود الكبيرة نرسل رسالتنا هذه لنقول أن المحافظات الجنوبية ضد الإرهاب عام ونصف من الأزمة أتت على الأخضر واليابس في اليمن تضاعفت معها معاناة المواطنين جراء حرب مدمرة قادتها ميليشي الحوثي وصالح لتأتي مبادرة المبعوث الدولي مغايرة للواقع الذي سجلت فيه المقاومة واليش الوطني تقدماً تم فيه تحرير المحافظات الجنوبية من قبضة ميليشي الحوثي وصالح نحن شاركنا في هذه الفعالية الهامة ونعتبرها فعالية تاريخية بالنسبة لحضرموت دعماً للشرعية وتنديداً بالالتفاف الذي سمعناه في مجلس الأمن وفي تقرير المبعوث الدولي في التفاف حول المعالجات للقضية والمعالجات للقضية اليمنية المستندة على شرعية والمستنية على قرارات لمجلس الأمن سابقة نشاهد اليوم أن يجري الالتفاف عليها ولذلك نحن نتضامن مع الرئيس نعلن عن موقفنا الصريح من هذه المسألة ونتضامن مع كل ما يقف إلى جانب الحق ونتضامن مع شعوبنا في المنطقة لأنه يلاحظ أنه ليس مستهدف شرعية ليس مستهدف الجنوب ليس مستهدف المناطق معينة مستهدف في شكل عام المنطقة كلها منطقة الخليج منطقة العربية منطقة الإسلامية رسائل عدة وجهتها فعالية حضرموت للداخل والخارج عبرت عن الرؤية المشتركة للقوى والمكونات السياسية اتجاه مبادرة ولد الشيخ التي ينظر إليها بأنها انتقاص للتضحية الجسيمة التي قدمت في سبير ذحر الإنقلابيين وتثبيت دعائم الشرعية في البلاد وتحقيق المطالب ورفع المظالم عن المواطنين نرسل عدة رسائل للعالم الخارجي ولمجلس الأمل أننا رافضون ولافضون رافضون ولافضون لمبادرة ولد الشيخ لأننا نراها أنها فيها اتفافا على المرجعية اليمنية المتمثلة في الشرعية بقيادة الرئيس الفذ عبد الرب منصور هادي فنحن نشد على يد الرئيس ونقول له امضي وسر على بركة الله فإننا في أرض حضرموت معك جنبا إلى جنب ونحن ندرك حجم هذه المؤامرة الكبيرة على حضرموت وعلى الجنوب وعلى اليمن بصفة عامة فنقول نحن نرفض هذه المبادرة التي أتى بها ولد الشيخ لأن فيها تقوية لجانب الحوث والمخلوع صالح ولأنها تساوي بين الضحية والجلاد القوى والمكونات السياسية المشاركة في المهرجان أكدت الرفض التام لمبادرة ولد الشيخ باعتبارها لا تنبي المصالح والتطلعات وتتجاوز كل المرجعيات والقضايا الهامة ومنها القضية الجنوبية مشاركتنا في هذا المهرجان الجماهيري الحاشد الرافض لذلك أو تلك الخارطة التي قدمها المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد والتي أضرت بمصرحة شعب الجنوب وأضرت بقضية شعب الجنوب فإننا نرفضها رفضا قاطعا وأن شعب الجنوب سيواصل نضاله من أجل انتزاع حقه المشروع في إقامة دولته الجنوبية العربية بإذن الله تعالى كلمة المنظمات الجماهيرية أكدت على الدعم لكافة الإجراءات الهادفة إلى إيجاد الحلول والمعالجات للكارثة التي ترتبت عن الإنقلاب الأسود الذي قادتهم الإشي الحوث وصالح وجدت التأكيد على رفض المبادرات التي لا تنطلق من المرجعيات الوطنية والقرارات الأممية تلك المبادرة التي تقدم بها والد الشيخ ليست في أي حال من الأحوال حلا حقيقيا للخروج من العزمة الخانقة التي حلت بالبلاد والحرب المدمرة التي أكلت الأخضر واليابس المرأة في حضرموت سجلت حضورها من خلال كلمة في المهرجان عبرت عن التفاف الجماهير حول السلطة الشرعية لدعم الخيارات الوطنية تعييدنا المطلق لموقف فخامة الأخ الرئيس عبدرب منصور هادي في رفض أنصاف الحلول التي تقدم بها والد الشيخ في مبادرته المأزومة والإنهزامية لقد أسمعت حضرموت صوتها من خلال مشاركة الفعاليات السياسية والمكونات الوطنية وهي تؤكد من جديد وقوفها الداعم للسلطة الشرعية وتحقيق تطلعات وأمان أبناء حضرموت في ترجمة مطالبهم لإدارة شؤون محافظتهم في الوقت التي تستعد فيه لإنعقاد المؤتمر الحضرمي الجامع والذي سيعلن خلاله ميثاق الشرف وتحدد فيه أولوياتها والحفاظ على أمنها واستقرارها لتحقيق مطالب أبنائها المشروعة وفي مدينة سيئون نظمت السلطة المحلية مهرجانا جماهيريا في القاعة الكبرى بالدوائر الحكومية تأييدا للشرعية ورفضا لأي خروج على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية مؤتمر الحوار الوطني قرار مجلس الأمن ودعم لإنعقاد المؤتمر الحضرمي الجامع وادي حضرموت في هذا اليوم اللي يعتبره أسعد يوم بالنسبة لي بلقاء أبناء حضرموت كلهم كاملة أن يقدموا هذه الثلاثة الأشياء في هذا اليوم ليضع رئيسنا وقاعد مسيرتنا هذه النياشين على صدره من أبناء حضرموت التقى وكيل أول محافظة حضرموت المقدم عمر بن حبريش العلي بمدينة المكلة عددا من الأعيان والوجهة والشخصيات الاجتماعية بمنطقة سنة بمدرية السوم وأشاد بن حبريش خلال اللقاء بالدور الكبير الذي لعبته كافة شرائح المجتمع في حضرموت في عملية تحرير المكلة من العناصر الإرهابية من خلال إهدائها فلدات أكبادها ليكونوا ضمن قوات النخبة الحضرمية والجيش الذين سطروا أروع البطولات القتالية فداء وتضحية للوطن واستمع وكيل أول حضرموت العديد من المشكلات والصعوبات التي تعترض عملية التنمية وبعض من المشاكل التي يعانون منها في مدريتهم في مجال التعليم والصحة والخدمات الأساسية وإيجاد الحلول لها أقيم بمعسكر ربوة خلف حفل تخرج الدفعة الثانية العسكرية من قوات النخبة الحضرمية ذئاب الربوة بحضور محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل أول حضرموت المقدم عمر بن حبريش وأشهد محافظ حضرموت بالدور الذي قامت وتقوم به قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية في مواجهة عناصر الإرهاب والتطرف واقتلاعه من حضرموت خلال ساعات بفضل الله ثم بفضل التدريب العالي الذي تلقاه منتسبوها في الميادين وتخلل الحفل عرض عسكري جسد المستوى المتميز والعالي الذي وصل إليه الخريجون وقدراتهم وكفاءتهم ولياقتهم في المجال العسكري أفشلت قوات النخبة الحضرمية محاولة لتفجير سيارة مفخخة نوع ديينة قدرت حمولتها بواحد طن من المتفجرات يقودها انتحاري قرب نقطة أمنية بمنطقة خلف المكلة كانت متجهة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية لغرض استهدافها ظهر اليوم بحسب بيان صدر عن قيادة المنطقة العسكرية الثانية وأضاف البيان بأن جنود النخبة الحضرمية المرابطين في النقطة أجبر الانتحاري على الوقوف الأمر الذي جعله يلجأ إلى تفجير نفسه على متن سيارته المفخخة دون أن تحدث أي خسائر بشرية أو مادية في أرواح الجنود ونقطة التفتيش الأمنية شهدت مناطق ومدريات وادي وصحراء حضرموت انقطاعا للتيار الكهرباء خلال الفترة المسائية وأفاد أحد المهندسين في المؤسسة العامة للكهرباء أن سبب الانقطاع يعود إلى توقف تموين محطة منطقة جريو بمادة الديزل مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة لتجاوز هذه الأزمة ويترقب مواطن وادي وصحراء حضرموت من السلطة المحلية بالمحافظة التدخل لانفراج أزمة عدم الوقود في محطات التموين وأيضا في محطة الكهرباء ختام هذه الأخبار إليكم تذكيرا بأبرز العناوين مهرجان جماهيري بالمكلة وسيؤون لرفض مبادرة المبعوث الأممي وتأييدا ودعما للقيادة السياسية وكيل أول محافظة حضرموت يلتقي أعيان منطقة سنة بمدرية السوم تخرج دفعة عسكرية جديدة من قوات النخبة الحضرمية قوات النخبة الحضرمية تفشل محاولة تفجير بسيارة مفخخة إلى هنا تنتهي أخبار حضرموت شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله